سيادة اللواء هناك زيف أيضا في أسردية الإسرائيلية يظهر حتى في الأعلان عن القتل في صفوف هذا الجيش جيش لاحتلال مؤخرا أعلن أو تم الإعلان عن دفن خمسين جنديا في مقبرة إسرائيلية ما هي دلالة ذلك؟ يعني نحن في عندنا الآن طرفين طرف دولة ورجال مقاومة رجال مقاومة يقنصوا آلية سواء كان دمروها أو أعطبوها أو شلوها جزئيا أو أعطلوها جزئيا يتم من الناطق الرسمي باسم رجال المقاومة يظهر فيديو كليب ويقولوا إحنا عملنا كذا ويصرحوا عن الخسائر الجانب الإسرائيلي لا يصرع عن خسائره الجانب الإسرائيلي حساس جدا بما يتعلق في العنصر البشري دائما المعنويات إسرائيل دخلت هذه الحرب بمعنويات متدنية هناك انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي هناك صراء ما بين حكومة اليمين والمعارضة في المجتمع الإسرائيلي إسرائيل الآن تعاني من ضايقة اقتصادية موجودة عندها إسرائيل تستخدم مرتزقة ضمن جيش إسرائيل هؤلاء المرتزقة الذين يقتلوا خلال العمليات مقابل المال لا يتم العلان عنهم الشيء الآخر أن إسرائيل عندما تعلن عن الحصيلة الرسمية دائما هي تعلنها بعد أن تبلغ عائلات الذين قتلوا خلال المعارك القتالية خلال عملية الصراع الآن قد يكون هناك العديد من الجثث دفنت ولم يتم إبلاغ العائلات يمكن أن يتم إبلاغهم لاحقا وسيتم الإبلاغ بطريقة التالية أنه ابنك قتل في الحرب ودفنا أو هذا جثمانه وقد يكون مغلف في تابوت بمادة الرصاص ولا يستطيعون فتحه لذلك هم لا يصرحوا عن خسائرهم دائما لأن الروح المعنوية في بداية العملية كانت مرتفعة إلى حد ما مع وجود الأسرة ومع الخسائر التي تلحق بالإسرائيليين بدأت الروح المعنوية تتدنى شيئا فشيئا لا يمكن ما نراه خلال القتال يعني إحنا ما بدنا ننقص على الحرب لكن كمقياس في القتال في المناطق المبنية في حروب العصابات العدد الآليات التي يتم إعطابها وتدميرها يجب أن يكون هناك عدد أكبر من القتلى ما صرح فيه هذا المسؤول عن المقبرة يقول لوسائل الإعلام هذا ما تناقلت وسائل الإعلام يقول بأنه بمعدل كل ساعة يتم دفن جثة